في البداية هذه الزيارة تأتي في توقيت يشهد أو تشهد فيه المنطقة أبشع صور لأصراع الإسرائيلي الفلسطيني كيف تنظرون لزياراتكم في هذا التوقيت للقاهرة؟ حسناً نحن من بلد بعيد ولكن نحن ليس فقط مسلمين ولكننا على قناعة كبيرة بأهمية العدالة والإنسانية وبذلك قبل أن أعطي أي كلمات أو تعليقات بالطبع تشاورته مع كافة القادة الذين يتعاملون مباشرة مع هذا الأمر ولديهم معرفة جيدة بهذا الموقف لقد كان لدي محادثات مطولة مع الرئيس عبد الفتح السيسي وقبل ذلك تناولت بعض الموضوعات مع السيد رجب طيب أردغان ومحمد بن سلمان ومحمد بن زايد وأيضاً أمير قطر ومن ثم من هذا الإجماع في الأراء فإنني أشارك معهم هذه المخاوف وذكرت للرئيس المصري أننا معه وكذلك مع الشعب المصري أولاً نطالب بوقف إطلاق النار أوقف قتل أرواح الأبرياء النساء والأطفال والشعب بشكل نعم ثانياً لابد من تقديم الدعم الإنساني لهم لكن على المدى المتوسط يجب أن يكونوا قادرين على حل القضية الفلسطينية لذلك أعتقد أن هذا الإجماع في الأراء وأنا هنا فقط لدعم أصدقاؤنا في العالم العربي من أجل القيام بكل ما يلزم فقط لدعم أصدقائنا في العالم العربي لنفعل ما يلزم صحيح ومتوسط